مرحلة جديدة من الحرب بعد تفجير آلاف الأجهزة اللاسلكية في أياد عناصر حزب الله مخلفة حصيلة كبيرة من القتلى والمصابين في زمن قياسي التفجيرات والهجمات لم تعد عابرة للحدود فقط بين حزب الله وإسرائيل فحتى ما تطويه يدك قد يكون سببا في هلاكك خطوة يراها مراقبون بداية لتوسيع الصراع المحتدم بعدما انتقل من الهجمات خلف الحدود إلى هجمات صيبرانية مستحدثة مميتة لم يعهدها الطرفان في 11 شهرا ماضية من النزاع المحتدم حالة الفوضى تلك زادت من مخاوف التصعيد وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة يخشها اللبنانيون أكثر من غيرهم إسرائيل يتأمل بشيء أنه إذا أطفال يروحوها بيكون أهلهم معهم أجهزة صغيرة مخاوف اللبنانيين زادت مع رفع إسرائيل مستوى التأهب إلى أقصى درجة شمالا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أوضحت بجلاء أن التركيز القادم سيكون على الجبهة الشمالية حيث لا يمر يوم تقريبا وتعبر مسيرات وسواريخ حزب الله إلى داخل إسرائيل أو بالأحرى إلى مستوطنات الشمال وزير الجيش الإسرائيلي قال إن الحرب دخلت مرحلة جديدة وينتقل مركزها إلى منطقة الحدود الشمالية وقالت القناة الثانية عشر إن جالنت أكد لمسؤولين أمريكيين كبار في الأيام الأخيرة بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستين أن الطريقة الوحيدة المتبقية لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم هي العمل العسكري صحيفة يدعو تحرونت أشارت إلى أن إسرائيل ستنتظر أولا كيف سيرد حزب الله على الأغلب وهو الرد الذي سيكون بمثابة الخطوة الافتتاحية لحملة هجومية كبيرة تقوم بها إسرائيل بما في ذلك مناورة للجيش داخل الأراضي اللبنانية وقدرت مصادر إسرائيلية أن رد الفعل سيكون قويا وغير عادي بطبيعته وهناك احتمال كبير أن يكون مشتركا بين إيران وحزب الله وتوقعت المصادر ضربة قوية ومفاجئة بالصواريخ وسواريخ كروز والطائرات من دون طيار التي ستطلق على إسرائيل من جميع الاتجاهات بما في ذلك الصواريخ الثقيلة المخبأة في مخابئة تحت الأرض أو هجوم على منشأة أو منشأة إسرائيلية فحزب الله تعهد بالرد على إسرائيل دون الكشف عن طبيعة ووقت الرد منتظر ويرى مراقبون أن الحزب لا يزال يتجنب الحرب الشاملة لكن بالنظر إلى نطاق الاختراق الاستخباراتي وتأثيره على المدنيين فسوف تكون هناك ضغوط من أجل رد أقوى هذه المرة ترجمة نانسي قنقر